لطالما كانت حرية التعبير في أي دولة المعيار الأبرز لقياس مدى انفتاح الحكومات على تقبل الآراء والانتقادات فنصوص الدستور والقوانين وحدها ليست كافية للحكم على احترام الأنظمة للحريات وحقوق الإنسان وفي السودان تتجه الحريات إلى منحا سلبية فمؤشر حريات التعبير وحريات الصحافة وعدم تقبل الآخر بات في انحضار منذ استلام حكومة قحت مقاليد الحكم قبل سنة من الآن مما استدعى الاتحاد الدولي للصحفيين أن يوجه انتقادات عنيفة لحكومة الخرطوم ليس مرة واحدة بل عدة مرات خلال فترة قصيرة حتى قبل أن تكمل حكومة الثورة كما يحلو للمتفائلين تسميتها عامها الأول لم تسلم المؤسسات الإعلامية والصحف من قمع قحت التي أغلقت عددا منها وصدرت ممتلكاتها دون أي وجه قانونية متسببة في إيقاف مئة العاملين عن العمل الحكس على حسابات المصرفية وكافة الوصول بالنسبة للمؤسسات الآتية قناة الشروق الفضائية شركة أندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة المالكة لمجموعة قنوات طيبة حكس شركة السوداني والتحفص على شركة السوداني لاتباع والنشر المالكة لصحيفة السوداني ولم يتوقف الأمر لدى الصحافة والإعلام فقط بل طال الأمر أيضا لموجات عديدة من الاعتقالات وتكميم الأفواه لكل من يقول لا أو ينتقد حكومة قحت زمان كنا نجيب إذن من جهتين نجيب إذن من الأمن وإذن من الشرطة الآن في صرح حكومة قحت نجيب إذن من الأمن ومن الشرطة ومن المنطقة العسكرية هذه فيما يلي إقامة الفعاليات فاعتقال الكاتب الصحفي طيب مصطفى بسبب مقال له وانتقاد عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناعة مرورا باعتقال رئيس الحراك الشعبي الموحد حشد معمر موسى الذي لا يزال حتى هذه اللحظة رهن الاعتقال وفي زمن الكورونا حيث كان يأمل الكثيرون في أن يفرج جعان المعتقلين السياسيين الذين زجت بهم الحكومة الانتقالية السجون ساء الوضع أكثر وباتت التسريبات تشير إلى أن إدارة السجون تتعمد إصابة المعتقلين من كبار السن بالفيروس أملا في القضاء عليهم ووسط انتهاك صارخ لقوانين حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة المعتقلين دعا مجلس الجونيف للحقوق والحريات الحكومة الانتقالية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان بقمع الحريات والاعتقالة التعسفية التي تهدد بإفساد التحول الديمقراطي المنتظر في البلاد اشتركوا في القناة